قام رؤساء الجمعيات العشائرية في مدينة الفحيص بزيارة إلى مطرانية اللاتين بعمان التخوا خلالها سيادة المطران جمال خضر والأمين العام للمطرانية الأب عماد علامات بحضور كاهن رعية اللاتين في الفحيص الأب عماد طوال والأب ماثيو وشدد رؤساء الجمعيات خلال اللقاء على أهمية التواصل المستمري بين الجمعيات العشائرية في مدينة الفحيص مع مختلف الكنائس الرسولية في المملكة وقدم الوفد الزائر شرحاً تفصيلياً لأبرز النشاطات والفعاليات التي تنفذها الجمعيات بالشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع المحلي بالمدينة وطرحوا أمام سيادته عدداً من القضايا التي تهم المدينة على الصعيدين الرعوي والتعلمي